اهلا بكم قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لما تراء الجمعان بني اسرائيل وآل فرعون عند شاطئ البحر قالوا إنا لمدركون وده كلام منطقي جدا فأمامهم البحر الهائج وخلفهم يقترب فرعون وجنوده ولكن في حاجة مهمة ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب قال موسى كلا إنا معي ربي سيهدين فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاق البحر فانفلق فكان كل فرق قد توضي العظيم وفي اللحظة دي توقفت كل قوانين الماء الانسيابية اللي نعرفها توقفت تماسكت زرات الماء فأصبحت كالجبلين العظيمين بس الحقيقة لسه عندنا مشكلة اليابس غير مهيئ لعبور بني اسرائيل فأرسل الله عز وجل ريحا جففته وأصبح جاهزا لعبور بني اسرائيل ثم يصل فرعون وجنوده إلى شاطئ البحر ويرون هذه المعجزة الكونية ولكنهم ينطلقون في أثر بني اسرائيل ويخوضون البحر تبا لك يا فرعون يا لك من متكبر متعجرف مغرور وفي منتصف الطريق ينطبق البحر على فرعون وجنوده فأغرقناهم وأنتم تنظرون إليهم يا بني اسرائيل فتتشفى قلوبكم من أعدائكم والحمد لله رب العالمين فبهذه المعجزة الكونية تم لكم النعمة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون واذكروا يا بني اسرائيل نعمتنا عليكم إذ فصلنا لكم البحر فكان كل فرق قد توضي العظيم ثم هيئنا لكم اليابسة لعبوركم فأنقذناكم واستطعتم العبور دون أن يمسكم أذى ثم خاض فرعون وجنوده البحر فأغرقناهم وأنتم تنظرون إليهم في سرور بعض المشككين قالوا كذبا أن ما حدث في البحر ظاهرة طبيعية هي المد والجزر مستحيل طبعا يكون مد جزر وفي حد سجل ولو لمرة واحدة في البحر الأحمر إن حصل مد جزر فصل الميا وجعل الطريق يابس من الشط الأيمن إلى الأيصر لاحظ معي أخي الكريم في الآيتين دولت هتلاقي نجيناكم وأنجيناكم نجيناكم في الآية السابقة تفيد التمهل والتلبث أما أنجيناكم فتفيد الإسراع في قاعدة ألهالين علماء اللغة العربية تقول أن كل زيادة في مبنى الكلمة يزيد من قوة المعنى هتلاقي في الآية السابقة نجيناكم الجيم مشددة وده يفيد زيادة قوة المعنى عن في قوله أنجيناكم في لمسة جمالية قال تعالى وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ وَلَمْ يَقُلْ وَإِذْ فَرَقْنَا لَكُمُ الْبَحْرِ الباء هنا هي باء السببية وده معناه وإذ فرقنا بسببكم البحر وده في منا أكثر على بني إسرائيل الآية دي فيها رسالة لكل عاصي متكبر مغرور متجبر بتقول له ربنا قادر يهدك في الدنيا وبالتالي هتخسر الدنيا والآخرة الحق نفسك جزاكم الله خيرا